موسيقى وترارعت في عائلة معروفة ومحافظة حيث كان والدها شيخ محمد بن عيسى يدير الزاوية الرحمانية لقد زهدت لالة فاطمة في متاع الدنيا فأوقفت حياتها للتعبد في الخلوة وهو الأمر الذي جعلها تفشل في الزواج مع أحد أقاربها الأشراف سنة 1846 وهو يحيى ناث إخلاف إذ قبلت به على مضض لكن عندما زفت إليه تظاهرت بالمرض فعادها إلى منزل والدها ورفض أن يطلقها فبقيت في عسمته طوال حياتها تفقهت في علوم الدين وتولت شؤون الزاوية الرحمانية بورجة وظهرت لديها في وقت مبكر مليول للانشغال بالأمور السياسية والاجتماعية وبمرور الوقت تمكنت من فرض نفسها فأصبحت كلمتها مسموعة لدى الناس الذين يكنون لها مشاعر الاحترام والتبجيل تيتمت لالة فاطمة بعد وفاة والدها الذي كان سندها فغادرت قريتها الأصلية لتستقر بقرية سومر ومن تلك الفترة أصبحت تعرف باسم لالة فاطمة سومر وذلك احتراما لنسابها الشريف وفي سنة 1849 اتصل بها سيم حمد الهاشمي وهو أحد زعماء المقاومة بعدما نجح في الفرار بين السجن والانتقال إلى بلاد القبائل في الجزائر واتفق سيل هاشمي مع فاطمة في تنظيم مقاومة مسلحة في القبائل العليا في جرجورة لإنقاذ المناطق الساحلية والسهلية التي دخلت إليها القوات الفرنسية منذ عام 1842 ومن دلعت ثورة المقاوم الشريف بوبغلا سنة 1850 ميلادي حتى سارعت للا فاطمة إلى مساندتها لقد وقعت المعركة الأولى سنة 1854 وذلك بقرية تيمسكيدا وفيما واجهت فاطمان سومر القوات الفرنسية لأول مرة وانتهت المعركة التي دامت معظم فصل الصيف ولم تنجح القوات الفرنسية في إخطاع ضواحي سومر وعين الحمام رغم احتلالها لبعض نواحي منطقة القبائل وفي العام 1857 زحف الجيش الفرنسي على رأسهم الماريشال رندون إلى المنطقة من أجل اكتشافها لكنهم وقعوا في كمين نصبه السكان بقيادة الباطلة للا فاطمة فكان النصر لرجالها لم يهدأ بالرندون المعزز بدعم قوات الجنرال ماك ماهون القادمة من قسانطينة إذ خشي الماريشال من تحطم معنويات مقاتله أمام هجمات فاطمان سومر فجند جيشا قوامه 45 ألف رجل بقيادته شخصيا اتجه به صوب قرية آية تسوريغ حيث تتمركز قوات فاطمان سومر المتكونة من جيش من المتطوعين قوامه 7 ألاف رجل وعدد من النساء وعلى الرغم من المقاومة البطولية للمجاهدين فإن الانهزام كان حتميا نظرا للفارق الكبير في العدد والعدة بين قوات الطرفين الأمر الذي دفع عن سومر إلى طرح مسألة المفاوضات إلا أن السلطات الاستعمارية كعادتها نقضت العهود إذ غدرت بأعضاء الوفد المفاوض بمجرد خروجهم من المعسكر حيث تم اعتقالهم جميعا ثم أمر رمضان بمحاصرة ملجأ للافاطمان سومر وتم أسرها مع عدد من النساء في صيف عام 1857 ونقلت بعدها إلى زاوية الطاهر بن محيددين ببن اسلمان قرب تابلاط وبقيت هناك رهن الاعتقال إلى غاية وفاتها في العام 1863 ميلادي عن عمر يناهز 33 عاما بفعل مرض عضال تسبب في شلالها لتصبح واحدة من أهم أيقونات المقاومة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي ترجمة نانسي قنقر